اشتركوا في القناة 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 في الليبيت باي لير فحيحصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حيؤدي الى لص salsa اللي هو الليبيت باي لير فلوما يحصل عملية لص تصبح حتكون طبعا اكيد مدام هنا اصبحت عملية فبالتالي حتفقد صفة عملية الـ defermability. طيب لو ما تفقد عملية صفة الـ defermability لأنها عملية الـ RBC تحولت إلى spherical حيحصل عملية لها destruction في قضية الـ spleen. لو ما ترحل الـ spleen حيحصل destruction. ومن هنا نجي نقول أنه حيحصل extra vascular hemolysis. طبعا بالتأكيد الـ osmotic fragility حتزداد وإحنا زي ما قلنا زمان أنه الآن ما عد بيستخدموش الـ osmotic fragility. وهي إيش الفكرة حقها? الفكرة نحنا بنجيب الـ RBC ونحط هم في isotonic solution. مش هيحصل لهم destruction خالص. لكن كل ما زودنا التركيز أي تركيز يزيد حيحصل destruction لأنه الممبرين هنا حصل فيه defect. لكن الـ normal RBC هيحصل عملية أكثر من عملية concentration ومش هيحصل أي destruction. هذه فكرة الـ osmotic fragility لكن احنا زي ما اتفقنا أنه في معنا تست جديد نستخدمه. طيب بالتأكيد هيحصل severe abdominal pain. وهنا هيكون ناتج هذا السفير لأمرين للـ gallbladder stones. وإحنا قلنا زمان أنه الـ gallbladder stones تنتج عن قضية فيه precipitation للـ pyloropein من كثرة destruction الحاصل. بالإضافة إلى أنه فيه لقضية الـ sphinomegaly. وتصوروا ان الـ sphinomegaly ذا ممكن يحصل حتى rupture وبالتالي حيحصل عملية severe abdominal pain. طيب كيف نعملها بـ Diagnosis؟ هذا السكيم اللي احنا عليه. احنا كل شغلنا الآن فقط على الاكسترا في قضية الـ spherical. هناك نقطة مهمة جدا لو لاحظتم هناك في الـ spherical في معنى increase في الـ MCHC. وهذه واحدة من المين characters بالنسبة لقضية الـ hereditary spherocytosis. طيب بالتأكيد في قضية الـ Diagnosis لابد يكون أكيد child. أكيد. وأكيد family في بسط family history. النقطة الثانية احنا بالنسبة لنا الـ scheme أو اللي اتفقناها القاعدة ثلاثة ثلاثة واحد واحد واحد. الثلاثة الأولين هيموغلوبين RPCs count. الهيماتوكريت كلهم decrease أو decrease. بالتالي معنا anemia. مدام حصل anemia هنروح نشوف الثلاثة الثانين. الثلاثة الثانين MCV والMCH والMCHC. هيكونوا عملية normal. طبعا أكيد هي normalcytic normal chromic. لكن النقطة اللي قلت عليها ان الMCHC هيحصل له increase. ليش هيحصل له increase. لأنه هنا حصل عملية الـ RPCs تغير شكلها من البايكون كيف إلى spherical. فبالتالي الآن حجم عملية يظهر أنه حجم عملية الهموغلوبين مقارنة أو كمية الهموغلوبين مقارنة بحجم الـ RPCs يبقى أنه كبير لأنه تغير الشكل. فلهذا السبب يحصل عملية الMCHC. يحصل عملية أنه increase واحدة من المين characters بالنسبة لنا في تشخيص قضية الهرديتري spherocytosis. الـ RDW بالتأكيد ستكون increase. البلود فيلم بالتأكيد زي ما أنتم شايفين سنشوف خضية spherocyte. الـ reticulocyte بالتأكيد هيموليتك أنيميا سيحصل عملية increase في الـ reticulocyte. كيف نعمل confirmation test لها؟ بالتأكيد الـ comp test negative وهذه نقطة مهمة. ما معنى negative معناها أنها ليست immune مدام قضية comp test negative. النقطة الثانية احنا اتفقنا أن الأوزماتيك fragility نستبدلها بالتست الجديد اللي يسموه AUC 5 millimide binding test. ايش فكرته؟ فكرته أنهم بيروحوا بيجيبوا عملية الـ AUC ويخلطوه مع الـ RPCs. بالتأكيد لو في دفكت في الممبرين الصبغة دي هيقل البايندين للضاي لأنه في دفكت في الممبرين نقيس هذه الصبغة بقضية بالـ flow cytometry. دي طبعا زي ما قلنا more sensitive 93% مور specificity حقها الى 99%. كيف نعمل مناجم مثل الشخص ده؟ بالتأكيد هنا سفينوكتومي لأنه بيحصل عملية الـ destruction هنا في قضية في قضية الـ spleen. زي ما قلت لكم في الـ hereditary elliptocytosis سهلة جدا وهي لها related أنه في دفكت في الممبرين فما هي عملية الـ hereditary elliptocytosis؟ هي نفسها autosomal dominant يعني single copies هيحدث الـ disease. النقطة الثانية أنه هنا الدفكت في الممبرين يوزولي بيكون لقضية الـ spectrum. فبالتالي لأنه لقضية الـ spectrum فحيكون horizontal وليس vertical. فلأنه horizontal حيكون شكل الـ RBCs هنا الـ elliptocyte. ده بالنسبة للـ hereditary elliptocytosis. كنت معكم في قضية الـ hereditary spherocytosis وتكلمنا بريفلي على الـ hereditary elliptocytosis. شكرا يزيل لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.